فهو رب كل شيء ولا يكون شيء إلا بمشيئته وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة في زاد المعد أما أبو الرجب رحمه الله فيقول في جامع العلوم والحكم إذا خاف يعني العبد من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو لا ملجأ يهرب إليه إلا هو فيهرب أي العبد منه إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك فإذا أعوذ بك منك مثل لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إليك رواه البخاري ومسلم انتهى وقد دل هذا الحديث العظيم على أنه لا مفر إلا إلى الله ولا ملجأ منه إلا إليه فأزمة الأمور كلها بيده ونواصل عباد معقودة بقضائه وقدره الأمر كله له والحمد كله له والملك كله له والخير كله في يديه فمنه تعالى المن جاء وإليه الملتجاء وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته وهذا كل تحقيق للتوحيد والقدر وأنه تعالى لا رب غيره ولا خالق سواه ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا بل الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء وقوله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك في آخر هذا الدعاء يعني لا أطيق ولا أبلغ ولا آتي عليه لا أحصي ثناءً عليك مهما فعلت مهما فعلت لا أحصي ثناءً عليك لا أستطيع أن أوفيك حقك ولا أن أشكر نعمتك حق الشكر لا أطيق ذلك ولا أحصره ولا أبلغه ولا آتي عليه إذن هذا الاستغفار من التقصير في الواجب وهذا كما قال الإمام الخطابي في معالم السنن وكذا النووي رحمه الله والكلام هذا اعتراف من العبد بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط بها مخلوق يعني حتى لا أحصي ثناءً عليك ليس فقط في مقابل نعمتك لا أحصي ثناءً عليك في ذكر أسمائك ونعوتك وصفاتك الجليلة الجليلة الحسنة ولكمال معرفة صلى الله عليه وسلم بأسماء الله وصفاته استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه وأنه لا يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه إلا هو سبحانه فهو أعلم بنفسه من غيره لكثرة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إذن الحديث هذا ما هو مرخصه أعوذ برضاك من سخطك استعاذ من صفة بصفة وبمعافاتك من عقوبتك استعاذ بفعل لله من فعل له عز وجل بمعافاتك من عقوبتك وختمها أعوذ بك منك مثل أعوذ برحمتك من عذابك العذاب منك والرحمة رحمتك وأعوذ برحمتك من عذابك أعوذ بك